أهم الأنباء التكنولوجية من أجيال أهلا بكم في مجز لأهم أخبار التكنولوجيا مايكروسوفت تنوي توسيع طرح حاسبها Surface Pro 8 الجديد والذي يعتبر من أفضل الحواسيب المحمولة المطروحة حاليا نظرا لأدائه الممتاز وتصميمه الذي يجعل منه حاسبا محمولا ولوحيا في نفس الوقت كما يمكن الكتاب والرسم على شاشته بواسطة قلم ذكي باحثون مغاربة يطورون روبوتا يساعد على استحلاب سم العقارب بشكل آمن وسريع من أجل استخدامه في الصناعات الدوائية يعمل الجهاز على تثبيت ذيل العقرب وإرسال شحنة كهربائية تحفز إنتاج قطرات السم وتجميعها لاحقا عبر شبكة ناقلات آلية ثم تخزينها العديد من المستخدمين يشتكون من مشكلة في هواتف آيفون 13 الجديدة حيث ظهرت شاشات هواتفهم بلون وردي بصورة عشوائية عند استخدامه ما يجعل من المستحيل استخدام الهاتف دون إعادة تشغيله وعلقت أبل بأن الخلل برمجي ونصحت المستخدمين بنسخ بياناتهم احتياطيا وتثبيت آخر تحديث متاح لاستبعاد عدم التوافق بين إصدارات التطبيقات وإصدار نظام التشغيل iOS مايكروسوفت تطلق ميزة الوصول الصوتي لويندوز 11 تتيح للمستخدمين إدارة المهام الأساسية عبر الويندوز من خلال الأوامر الصوتية مثل فتح أو إغلاق تطبيق والبحث داخل المتصفح والعديد من الوظائف المماثلة الأخرى وكذلك يمكن استخدام الأوامر الصوتية لإملاء نص أو للتحكم في مؤشر الماوس عملاق البحث جوجل تبدأ العمل على تطوير إصدار جديد من كروم كاست يعمل مع جهاز جوجل تي في ويعالج مشكلة التخزين الشائع في الإصدارات السابقة على أن يتم إطلاق الجهاز الجديد لاحقا هذا العام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر